السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مقطع جديد يتعلق بأدب وسائل التواصل القراءة الشعرية الخاصة بالمستوى الخامس من التعليم الابتدائي مرجع المونير في اللغة العربية طبعا الجديدة نعم نبدأ على بركة الله أذكر بعض وسائل الاتصال والتواصل التي استعملها إذن مطلوب مني أنني نذكر بعض الوسائل الاتصال والتواصل التي نستعملها نعم بين هذه الوسائل لدينا الاتصال مثلا لدينا الهاتف نعم كذلك الحاسوب اللوح الإلكتروني تفقنا إذن هذه كلها يعني كل واحد يذكر نعم أنا ذكرت لكم هذه الوسائل أنتم ما ممكن أنكم تضيفوا وسائل أخرى نعم والتواصل مثلا إحنا هذن مثلا للتواصل مثلا يعني في حال هذن اللي في الصورة مثلا كنستخدموا الواتساب كنستخدموا فيسبوك كلي كيستخدم انستغرام كلي كيستخدم ميسانجر تفقنا وكذلك المنصة التي تجمعنا كاملة الآن هي من سطل يوتيوب يعني هذه كلها من وسائل اتصال والتواصل نعم أنطلق من الرموز الموجودة في الصورة وتوقع موضوع النص نعم انطلاقا من هذا الرموز سيتحدث هذا النص الشعري نعم عن وسائل التواصل نعم وأداب استعمالها سيتحدث عن وسائل التواصل الحديثة نعم وعن آداب استعمالها اتفقنا نعم الآن ننتقل إلى الصفحة المولية مئة واثنى عشر نعم عنا أقرأ القراءة هذا خاص القصيدة نعم تم اقرأوا القراءة في المنزل اتفقنا ثم أسئلات أغنيرا سيدي عنا السؤال الأول آتي بعائلة كلمات إرسال يعني كلمات اللي عندها يعني علاقة بكلمات إرسال مش عندها علاقة وإنما تتكون تقريبا من نفس الحرف إذن أولا ندروا رسالة ندروا مثلا مراسل ندروا أيضا كلمة مرسل نعم مرسل ندروا أيضا أرسل مثلا نعم انطلاقا من النص أحدد معنى المفردتين برهان وبهتان عنا هنا في النص في هذا البيت عنا برهان وعنا بهتان تفقنا إذن تعريف ديال هو نعم بالنسبة لكلمة برهان هنا فهي يعني كنقولوا الحجة والدليل إذن البرهان هو الحجة والدليل أما بالنسبة للبهتة فهو الكذب يعني البهتان هو الكذب والإفتراء دفقنا والإفتراء ثم السؤال الثالث أصل بسهم معنى كلمة يدعو في هذه الجمل حسب موقعها في السياق تدعو مشاهدة هذا الفيلم إلى الملد يدعو أب الله أن يحفظ أبنائه يدعو القاضي المتهم للجلسة وعنه هنا يطلب يؤدي ويتوسل نعم بالنسبة للجملة الأولى تدعو مشاهدة هذا الفيلم إلى الملل بمعنى تؤدي هذه المشاهدة إلى الملل تفقنا هنا يدعو أب الله أن يحفظ أبنائه بمعنى يتوسل والآخرة يدعو القاضي بمعنى يطلب نعم الآن أسئلات أفهم وأحلل سؤال أول أحدد الأبيات التي يتحدث فيها الشاعر عن دور الإيجابي لوسائل التواصل نعم نعود للنص اللي نبحث على هذه الجمل عنا البيت الثالث كالفيس والواتساب والإنستغرام وكلها في قمة الإلهام إذن نعم هذا البيت هذا وأيضا البيت الخامس وأصبح الناس ذوي تجارة من غير متجر ولا إدارة يعني الناس غير انطلاقا من هذه الوسائل ولو يخدموا بلا متجر ولا إدارة بلا ما تكون لك شيء إدارة نعم وكذلك البيت الأخير وبعضهم يطلع كل القوم على جميع فعله في اليوم نعم هذا البيت اللي كدل على كيف قلنا على الدور الإيجابي لوسائل التواصل الاجتماعي نعم ثم ثانيا أعيد قراءة النص وأتوقف لاستخراج ما يناسب لإكمال الجدول عنا وسائل التواصل الحديثة عنا من فوائدها من مساوئها وبعض الاحتياطات اللازمة نعم من بين فوائد نعم الموجودة في النص نعم التي تدل الفوائد يعني دي الأداب أو دي الوسائل التواصل هي نعم كيف قلنا هنا نعم الطجارة من غير ما تجاري ولا إدارة إذن هذه من بين المميزات أو من بين كيف قلنا هنا يعني من بين الفوائد تفقنا من بين فوائد هذه الوسائل نعم بالنسبة للحاجات التانية نعم من مساوئها نعم المساوئ اللي كان في وسائل التواصل الاجتماعي نعم عنا هو الإشاعة كثرة الكذب هو الإشاعة نعم لكل إفكي قيلة أو إشاعة نعم هذه من بين يعني المساوئ دي الهدى الوسائل دي التواصل عنا بعض الاحتياطات اللازمة التي يجب أن نقوم بها نعم عنا هنا وَلَا تَكُنْ وَلَا تَكُنْ وَلَا تَكُنْ بُوْقًا وَلَا سَمَّاعَهُ نعم وَاحْذَرِ الْقَوْلَ وَاحْذَرِ الْقَوْلَ بِلَا بُرْهَانٍ نعم وَتَجَنَّبْ كَثْرَةَ الْإِرْسَالِ تفقنا هذه من كلها يعني من بعض الاحتياطات اللازمة والتي سنقوم بتدوينها نعم في الجدول دينا نعم ثم عنا السؤال الثالث أتحقق من توقعاتي على ما فهمته من النص إذن توقعنا كان صحيحا فيما يتعلق بموضوع القصيدة نعم هنا أحاور بعض صديقاتي وأصدقائي حول موضوع القصيدة أدب وسائل التواصل تحت إشرافي أستاذي أو أستاذتي نعم هنا بعض الأشياء التي يعني حول أدب التواصل نعم تجنب إرسال الأخبار الكذبة وتجنب الإشهار بالناس يعني كنت شوهو الناس نعم ثانيا تحدث الشاعر نعم في نهاية القصيدة عن دور الإنسان السلبي في تعامله مع وسائل التواصل ألخص بتعبير خاص مضمون هذه الأبيض إذن هنا يعني دور الإنسان السلبي في تعامله مع وسائل التواصل هو نشر الأخبار الزائفة بلا برهان وتصديقه من قبل أشخاص لا يبحثون عن أصلي المعلومة حيث أن مجموعة دي الأشياء التي تكون صارحة تافية والناس كيستدقها مثلا وكيكون كذب وافتراء مثلا وفي بعض الأحيان مثلا كيرسلوا واحد مقاطع كاسة بالمثال منه مزحة ومنه يعني في إطار الشرح نعم كدلقى مثلا كيرسلوا لك واحد الخروف بالرأس دي الخيمزر كيقول لك قل سبحان الله واخذ الخروف برأس الخيمزر رغم أنه لا يوجد يعني هذا فقط للناس باش كيجذبوا الناس باش يشاهدوا المقاطع ديالهم وباش يديوا الإعجابات وغير من ذلك الأشياء وهذه أشياء كاذبة وعار على الصحر إذن لا يجب علينا تصدق مثل هكذا أمور طفقنا وكينا نجمع بعد الأشياء يعني هذا مثال الصرف في وسائل التواصل ثم أخيرا أخطر البيت الذي أعجبني وأعلق عليه ثم أتغنى به نعم البيت الذي أعجبني نعم هنا هو البيت الثامن لأنه يدعو الناس إلى أخذ الحيطة والحضار من الأخضار الزائفة وعدم طرويجها نعم كان هذا كل ما يتعلق بدرسنا لهذا اليوم ألقاكم في المقطع اللاحق إن شاء الله الذي سأجمع فيه كل الظواهر اللغوية مكوه الصرف والتحويل والتراكيب وكذلك الإملاء والشكل والتطبيقات الكتابية والذي يظهروا أمامكم شكرا وإلى اللقاء